سلام عليكم بعد الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في قناة وصفات أمي الغالية نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة اليوم جبت لكم حلوة محبوبة بزاف ليزا موندين على طريقتي كل وحدة والوصفة التاحة في هذا الوصفة نحضرها معاكم بمقادير صغيرة وتخرج لنا 30 حبة بمقادير جدا مضبوطة والحاشو يجي معسل وبزاف منين منطول شهلكم على بركة الله نبدأ بالمقادير وبالنسبة للمقادير اللي اجينا نحتاجه 125 جرام مارغارين لازم تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ نحتاجه كاس سكر ناعم مايو عادل 150 جرام قياس الكاس المستعمل 250 ميلي وعندنا حبابيذ وملعقة صغيرة لفاني رشة ملح و 3 ملاعق كبيرة تهزيت ونحتاجه زج كيسان وربع كاس تاع الفارينة هنا نبدأ في طريقة التحذير نبدأ نخلطنا مارغارين مع السكر ناعم حتى نتحصله على خالية كريمي نزيدو حبابيذ و 3 ملاعق كبيرة تهزيت الزيت راح تخلي العجينة التعناد جي كما نقولوه تقرمش نزيدو ملعقة صغيرة لفاني و رشة ملح ونكمن نخلط المكوينات مع بعضهم بهالطريقة يعني حتى يمتزج البيض مع باقي المكوينات كما راكم تشوفو في طريقة تحذير بزاف سهل اللي تحب تستعمل باطئ هنا في الاخير راح نزيد كيما قلت لكم زوج كيسان و ربع كاس تاع الفارينة انا ننصحكم في اللول ديرو زوج كيسان تاع الفارينة واذا ما جمعتوش العجينة تاعكم راح تزيدو ربع كاس كيما نقولكم دايما لحسب النوعية اللي تخدمو بها هاي لكم العجينة تاعنا بعد ما نطموها نتحصلوا على عجينة متماسكة ماشي نشفا نغلفها بكيس براستيكي غذائي نحطها في الفرجيدر ونخليها ترتاح مدة نصف ساعة باش تجيكم سهلة في الخدمة العجينة تاعي بعد ما خليتها في الفرجيدر ريحت نصف ساعة نحيطها قسمتها الى كويرات وزن كويرا 25 جرام شوفوا البلد هنا ما زال بقاتل العجينة و راح تضيل لنا 14 حبة كيما قلت لكم هذ العجينة راح تضيل لنا 30 حبة يعني كمية ما شاء الله كيما شفتوا هنا راح نستعمل هذ الليمون لمون التاعي ما يلسقوش واذا الليمون اللي عندكم ما يلسقو راح تدهنوهم بالزيت ولا ترشوهم بالفارينة نبدأ نشكل في العجينة تاعي بهذا الطريقة نعود لكم وزن كويرا 25 جرام نكبروهم على مرة نحطهم في لمون التاعنا بهذا الطريقة ونبدأ نشكل هكذا كيما راكم تشوفوا بهذا الطريقة نحطهم في الصينية بهذا الطريقة نتقبوهم بالفرشيطة ونحطوهم في الكونجيلاتور نخليهم يبردوا مليح بد من وجدوا الحشوان وبالنسبة لمقادر اللي حاشو نحتاجوا 100 جرام لمرغارين لازم تكون طريقة بدرجة حرارة المطبخ وعندنا كاس ناقص اصبع واحد فقط كوكاو او الفول السوداني محمص ومرحي فرقيق ما يعادل 100 جرام اللي تحب تحذر هذا الحلوة باللوس راح تتبعوه نفس الخطوات ونحتاجوا نصف كاس سكر عادي ما يعادل 100 جرام يعني لمرغارين والكوكاو والسكر نفس المقدار ونحتاجوا زوج حبات بيض وزوج ملاعق كبيرة فارينة ومبشور حبا ليمون وملعقة صغيرة لفاني ورشة ملح ورشة خاميرة كيميائية هنا نبدأ في طريقة التحذير نبدأ نخلط لمرغارين مع السكر شوفوا البنت هنا السكر و لمرغارين ماشي لازم نخلطه بزاف يعني ماشي لازم تخلطه حتي ذو بالسكر نخلطه غير شوية ماشي بزاف نزيدو زوج حبات بيض نزيدو لافاني كما قلت لكم لافاني ومبشور ليمون نازم تديروهم في هذا الوصفة نزيدو رشة ملح ومبشور حبا ليمون نزيدو الكوكاو أو الفول السوداني نعود لكم للإفادة اللي تحب تحضر هذا الحلوة باللوس راح تتبع نفس الخطوات نزيدو زوج ملاعق كبيرة تعالفارينة ورشة خاميرة كيميائية بالنسبة للكوكاو لازم ترحيوه جيدا يعني لازم يكون مرحي رقيق نبدأ نخلط المكونات عقضة بهذه الطريقة حتي يمتازجوا مع بعضهم ونتحصلوا على هذا الخالط هنا بعد ما نكمل راح نحطه في الثلاجان نخليه يبرد نخليه تقريبا مدة 5 دقائق ماشي بزاف إذن هنا كما راكم تشوفوا بعد ما نحيتو من المجمد في كل حبة راح ندير مقدار نصف ملعقة صغيرة مربا ما تخافوش البنات المربا ما راح يخرج لكم من العجينة تعكم هذا المربا راح يخلي الحشوة تعكم بتجيكم معسلة وبزبزب بنينة وكما قلت لكم حلوة لزاموندين كل وحدة وطريقتها بتحذرها يعني كل وحدة عندها الوصفة الخاصة بها كان اختلاف في مقادر الحاشو واختلاف في مقادر العجينة هنا في الاخر بعد ما نحيت الحشوة التاعي من الثلاجة خليتها كما قلت لكم بردة مدة 5 دقائق نحطوها في كيس حلواني باش نسهلوا علينا الخدمة واللي ما عندهاش تقدر تخدم غير بالمغرفة شوفوا هنا نبدأ نزيد الحشوة تعنا ما تعمرهم مش بزاف راح نديرو شوي يكتر من النص ونواسيهم هكذا باش الحشو يجي متساوي وفي الاخير هنزيدو لهم كما راكم تشوفو هنا عندنا كوكا ويفيلي شوفوا البنات هنا الكوكا ويفيلي لازم تعمرهم تخيط خيبية باش كي طيبو وين تفخ الحشو ما يبقوش الفراغات وفي هذا اللحظات الفرن بتاعي سخون سخنتو مسبقا الحلوة تعنا نطيبها في 180 دراجة ولا 170 دراجة كي ما نقول دايما كل وحدة والفرن ديالها يعني كل وحدة تعرف كيفاش طيب فيه الصينية نحطها في الوسط الفرن نشعلو من الاسفل بعد ما يطيبو ويتحمرو لنا تخيط خيبية نزيد نشعل عليهم شوية ونحمرهم الفوق شوفو هنا البنات بعد ما طاب ونحيت من الفرن شوفو الحبات تراهم جو محمرين ما شاء الله روعة في الكاميرا ما يبانون ليش كي ما راكم تشوفون ندمول بكل سهولة هنا راح نخليهم حتي يدفوا شوية ونمسحهم بالموربة ونزينوهم بهذه الطريقة نحطهم في الكيسات ونشوفهم في الشكل النهائي فيما بعد ان شاء الله إذن هذا هو الشكل النهائي ليزا موندين اللي حضرتهم معكم كي ما راكم تشوفوا جو ما شاء الله جو روعة شكل تحوم بخيزون طابل وتقدروا تقدموهم مع أي حاجة حضرناهم بمقادير جدا مضبوطة طريقة التحضير سهلة وهنا راح نقسم معكم حبة كي ما راكم تشوفوا تقسمت بسهولة ما شاء الله ونقرب لكم بس تشوفوا الحاشو كيفاش جاء معسل شوفوا البنات الحاشو جاء معسل ويجي بزا بزا بنين وهذا الوصفة من أنجح وآبن الوصفات إذا نتمنى الوصفة تنهار اليوم تنال إعجابكم ننصحكم تجربوها لأن وصفة حقا تستحق أنكم تجربوها وصفة ناجحة وبنينة إن شاء الله كل جديد من وصفتي الاقتصادية والسهلة والسريعة وما بقى لغير نقولكم واذكروا الله كثيرا وصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في آمان الله